أسألك إيه الأكلات اللي هي أصلابة أصعيدي وإحنا بنكلها يعني المش الويكة مثلاً بتكون مشهورة قوي في الصعيد هو خلينا نقول يعني مش الصعيد بس عشان بس بقية القرى ما يزعلوش يعني هي طبعاً الأكلات دي كانت موجودة في مصر القديمة عمون يعني الشمال والجنوب لكن طبعاً الصعيد مشهوري أصلك منباحة مش الصعيد يعني موجودة من زمان هي حتى لو اشتهرت طبعاً بدأت مسعيد لأن المنف كانت سوريا تصيبت كانت عاصمة مصر القديمة لفترات طويلة لكن هي كانت موجودة برضو في باقي المحافظات في شمال مصر لكن خلينا نقول مثلاً الصعيد كانوا متميزين لأنهم يعني هموا الناس دمان الأيام قدباء المصريين طبعاً الدماغهم يعني كانوا عبقرة فكانوا يعني بيرجاءوا طرق كتير أوي في تطوير الطهي حفظ الطعام لفترات طويلة فكانوا بيرجاءوا مثلاً التكفيف البامية من أكتر الخضروات اللي كانوا بيستخدموها يعني في الطعام فكانوا بيعملوها بقى الويكة اللي هي الشربة اللي غير دلوقتي معروفة في الصعيد ما هي الويكة دي علشان تتعامل متهاية اللي لازم تكفيف للبامية آآ لا ساعات بتتعامل بطرقتين ممكن خضرة ممكن مجفافة آآ البامية بأنواحها حتى كمان ساعات كانوا بيطحانوها بيعملوا منها الخبز بيدخلها في صناعة الخبز خبز بالبامية آآ ده هلسي قوي آآ مما كانوا بيتفننوا في الخبز يعني كانوا بيعملوا بطرق كتير جدا وكانوا بيدخلوا في حبوب أنواع حبوب وأنواع خضروات حاجات يعني إحنا لغاية ما نتخيل هايش يعني طيب بصي أنا 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 هاخد الموضوع في حتة تانية شوية هو الكشك ده مين اخترعوا جيب مين؟ لا الكشك ده موجود في مصر من زمان برضه من آلاف السنين مصر كانت معروفة أنها عاصمة أصلا بحبه جدا بس أنا لابن باجه بصله كده بقول يعني رز بلبن حادي وانا صغير أيو 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 هو فعلا موضوع بلبن يعتبر امتداد الكشك المصري آآ يعني هقول له حضرتك الكشك معروف طبعا مصر زمان كانت عاصمة يعني التلال الروماني كانوا بيسموا مصر اللي هي آآ مخزن بأخذون الغذاء العالمي يعني كانت مصر بتصدر الأمح للعالم كله فكان الأمح بقدر المصريين كانوا بيعملوا منه آآ آآ أصناف كتير حادق وحلو مم فهما طبعا زمان كانش فيه سكر فكانوا بيحلوا بالعسل يعني آآ باللبن بالعسل ده كان صنف بيحتفلوا بيه بقى وكان عندهم يوم زي يوم عشوراء كده اللي هو اليوم العاشر آآ كانوا احتفال هو احتفال حصاد الأمح كانوا بيوزعوا بقى اللي هو أصناف كتير من الأمح من ضمنها الكشك اللي هو الأمح اللي هو بيعمل بالمطهي بالمرأة كانوا يعني بيسيبوا الأمح يستوي على نار هادية كده مع اللحمة لغاية ما يبقى اللي هو زي الهالي اللي هو بيسميه اللي في العصور الوسطة كانوا بيسموه هاريس يعني لأن الأمح واللحم كانوا بيتهيرسوا خلص في الشربة فبيسموه زي الهاريس فهو الكشك من الحاجات المعروفة من زمان بعد كده برضو عشان يحتفظوا بقى بالأمح بدل ما أكل شوية يعني هو الأمح بياخد وقت طويل شوية في التسوية خصوصا أن أنواع القديمة المصرية كان فيه نوع اسمو أمر كان الأمح يعني صلب شوية فبدل بقى أمر يعودوا يسيبوه عن نار كانوا برضو بياخترعوا طريقة اللي هو يجففه الأمح يخلطوه بأنواع من اللبن المختمر ويسيبوه يخزنوا عندهم اللي هو معروف دلوقتي بالأمح الصعيدي اللي يكور كده أمح بيحطوا عليه مواد معينة وحليب مختمر وكده عشان يحتفظوا به لأطول فترة ممكنة بحيث أن هو يستخدمون في الطهي ما ياخدش وقت يعني يبقى سهل مبقاش ناشف زينا بعد كده بقى في العصور الوسطى لما زراعة الأرز دخلت مصر بقى يستخدموا الأرز في الطهي بدل الأمح فتظهر بقى بعد كده اللي هو اللي بنسميه الكشك الألماظية وهي كلمة كشك على فكرة اللي لحنا ناكله العادي اللي لحنا ناكله بالروح وفيه كشك تاني فيه كشك بدقيق بس من غير بقى لأمح ولا روز ده أسهل عنوع الكشك وده كان معروف في مصر في القرن الرابع عشر باسم الحريرة بس غير الحريرة المغربية كان برضه عبارة عن شربة بيحطوا عليها دقيق بس وطماطم واللي هي بقايا بقى الفراخ والحطة دي كانوا بيسموها الحريرة بعد كده كلمة كشك كمان أصلا كلمة قبطية اسمها كسر الأمح يعني كانوا بيلادهم كانوا بيساعد بيعملوهم نكسر الأمح فهي أصلا كلمة مصرية كلمة كشك يعني وانتشرت بقى في البلاد المحيطة بقى وميسموها هاريس وحاجات تانية بس هو أصلا من ألاف السنين في مصرين طب هم يعني فيه أكلة كده مكتوبة أكلة صعيدة بس احنا مش عارفين هي دي ايه بس انا مش عارفة انت طيلا خايق الناس يتحكى بحرف الشيل شلولو ولا شلولو 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 هي يبقى هنتريع عليها يبقى هنتريع عليها وانا اول واحد مش اسسنى الناس شلولو لما هي شلولو هي الملخية المجففة او جد؟ او او موضوع سلولو ليه كديني شلولو